بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ما زلنا في الكلام عن الحديث الصحيح ووصلنا إلى موضوع أو سؤال ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان قد مر بنا قبل قليل أن البخاري ومسلم لم يدخلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول الجواب هو أن ما رواياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته هذا هو المحكوم بصحته عند الشيخان ما رواياه بالإسناد المتصل أما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر وهو المعلق الحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر وهو يتواجد في صحيح البخاري بكثرة لكن أماكن تواجده في صحيح البخاري في تراجم الأبواب ومقدمات الأبواب أما الإمام مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر بناء على هذا نتكلم الآن عن حكم المعلقات وهي قلنا ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ما حكم هذه المعلقات الموجودة في الصحيحين قالوا العلماء ما كان منها أي من المعلقات بصيغة الجزم كقال أمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه أما ما لم يكن فيه جزم أو يقول العلماء ما كان بصيغة التمريض كيروى ويذكر ويحكى وكذلك روية وذكر قالوا هذه الألفاظ وهي ألفاظ التمريض ليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه قالوا ومع ذلك فليس فيه حديث واهن لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح نتحدث الآن عن مراتب الصحيح وقد ذكرنا في التسجيل السابق وفي المحاضرة السابقة أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال أن للحديث الصحيح مراتب فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ودون ذلك أيضا ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة ويلتحق بهذه المراتب وبهذا التفصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب وهي ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما أو على شرط واحد منهما بما أننا تحدثنا عن شرطهما فنسأل هل شرط الشيخين شروطا في كتابيهما والصحيح أنهما أو لم يذكر عن الشيخين شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما أي لأساليب البخاري ومسلم ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم ما معنى قول العلماء متفق عليه إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول من الأسئلة أيضا التي تدور حول الصحيح هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا والقول الصحيح في ذلك أنه لا يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا بمعنى أن يكون له إسنادان لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديه صحيحة وهي غريبة واشترط بعض العلماء كأبي علي الجباء المعتزلي والحاكم هذا الشرط وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم